أغنية كنت تتمنى لو كانت لك مع أنها مش ستايلي بس أنت معلم سعد المجرد ملحم زين يتحدى سعد المجرد ونوال الزغبي مصابة بكورونا اطلالت فاليري الأخيرة تصدم الجميع تحدث الفنان اللبناني ملحم زين عن بعض الأمور الخاصة بحياته الشخصية والفنية وذلك من خلال مقابلة عبر برنامج تفاعلكم وكشف ملحم زين خلال اللقاء عن الأغنية التي تمنى أن يغنيها لكنها ذهبت لغيره من الفنانين وهي أغنية أنت معلم للفنان المغربي سعد المجرد وأضاف رغم أنها ليست ستايلي ولكن طالما غناها سعد المجرد فكأني أنا غنيتها بالضبط وعما يدور على السوشيل ميديا وعدم وضع حدود للتعامل من خلالها كان لملحم زين حديث عن أكثر شيء يلفت انتباهه حيث رفض بشكل قاطع تصرف بعض الفنانين الذين يعرضون حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا ما يفعلونه هذا خطأ كبير لأن البيوت لها حرمتها وما يحدث في المنازل الخاصة لا يجب أن يظهر على الكاميرا أو السوشيل ميديا وقال ملحم زين إنه رجل شرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث يحافظ على العادات والتقاليد مبينا أنه خضع لجراحة لتخفيض الوزن وأوضح ملحم أيضا أن أكثر شائعة أزعجته وكانت قد ترددت قبل سبع سنوات هي شائعة وفاته لأنها أزعجت أهله كثيرا من جهة ثانية حسمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل الذي أثير بشأن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا وعزلها في منزلها هذه الفترة لحين الاستقرار مؤكدة أنها خالطت مصابين بكورونا بالفعل لكنها ليست مصابة وأوضحت نوال التي أطلت في تصريحات إذاعية عبر راديو أن السبب وراء الحديث عن إصابتها بكورونا هو تأجيل حلقتها في برنامج أهلا وزحما لأنها وبعد مخالطتها مصابين بفيروس كورونا لم تستطع الحضور وقالت الزغبي أن المخالطة للمصابين بكورونا كانت في حفل عشاء مع بعض الأشخاص مشيرة إلى أنه اتضحت إصابتهم بفيروس كورونا فيما بعد ولافتة أنها ورغم سلبية نتيجة تحاليلها حتى الآن فإنها فضلت الانتظار أسبوعين للتأكيد وعقبت الزغبي بأنها أصيبت من قبل بفيروس كورونا وعانت من بعض آلامه مبينة أن قرارها هذه المرة بأخذ المزيد من الاحتياطات شيء آمن لأنها لا تعرف ماذا يخبئ لها القدر رغم النتيجة السلبية على صعيد آخر نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فالري أبو شقرة صورة لها عبر خاصية الستوري على إنستجرام برفقة توأميها وزوجها من المطار وعلقت عليها قائلة أول سفرة لطفلتي وظهرت فالري في الصورة بلوك كاجول وهو ما تعتمده مؤخرا بعد أن وضعت طفلتيها إذ ارتكزت فيه على جينز فطفاض وتيشرت أسود وصندل وقد تفاعل المتابعون معها معربين عن محبتهم الكبيرة لها ومتمنين لها السعادة في حياتها